ونبدأ بعرض أول سؤال معنا النهار ده أمي كانت ندرة تصوم الست أيام البيض من شهر شوال وكانت بتصومهم على مدار 30 سنة بس السنة دي بحكم مرض السكر والضغط والعلاج صامت خلال الشهر صيام متقطع صامت خمس أيام والشهر خلص من غير ما تصوم اليوم السادس وما كانتش تعرف إن الشهر يعني حيخلص فتعمل إيه في اليوم المتبقدة هل تصوم ولا تطلع فلوس والحكم إيه يعني زاد الله تعالى الست الولدة الكريمة حرصا وكرما حرصا على هذا الخير وإنه الإنسان يبقى عنده كده كرم نفس بإنه دائم على فعل الخيرات حريص على إنه يؤديها يعني على أكمل وجه قدر طاقته البشري بالنسبة ليه الرد على سؤال حضرتك اللي حركت أفضلت به هو الحقيقة فيه وبشكرك على السؤال ده لإنه هيخلينا نطلع رأي السادة المالكية وده رأيي جميل جدا يعني الحقيقة فيه اجتهاد داخل المذاهب الأربعة وهو اجتهاد السادة المالكية اللي هما بيشوفوا إنه كلمة من في قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كلمة حرف الجر من من شوال ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كما في صحيح مسلم فالسادة المالكية قالوا بأنه من الواردة في الحديث ليست للطبعيد كما يرى جمهور الفقهاء إنما هما شافوها إنها هنا للابتداء يعني ست من شوال قالك من هنا الحروف الجر دي لها معاني فمعناها هنا إنه للابتداء ولا معناها هنا إنها صام ستة أيام من شهر شوال ولا ابتدى الصيام من شهر شوال المالكية شايفين إنه من هنا للابتداء يعني يكون المعنى من صام رمضان ثم أتبعه بالصيام ستا من الأيام بدءا من شهر شوال بمعنى إنه بدأ في صيام الست بتوع شوال أو في إقاع صوم هذه الأيام الست ابتدهم من شهر شوال كان كمن صام العام كله فلم يشترطوا وقوع الأيام الستة كلها في شهر شوال إنما لو وقع إنه بعضها فقط وتم استكمالها أو استكمال باقي الأيام باقي العام فده عندهم مقبول عند الملكية يعني أنا دلوقتي صمت أربع أيام في شهر شوال فابتدأت الصيام من شهر شوال وبقي لي مثلا يومين كملتهم باقي العام على رأي الملكية جائس وبقى أنا كده صمت الست من شوال صمت ثلاثة أيام صمت زي الحالة دي خمسة أيام ونقيس ليوم ولا حاجة تديت الصيام من شهر شوال وخلص شوال ودخلنا في الشهر الذي يليه بل دخلنا فيه أعقبه أكتر من شهر يبقى لي يوم لو صمت خلال العام يجزئ عني صيام الست عن شوال نعم يجزئ بناء على فهم السادة المالكية ولهم فهم دقيق مبني على فهم اللغة إنه من في منصامة ستة من شوال اعتبروا إنه حرف الجر من هنا للابتداء وليس للطبعيد كما هو رأي جمهور الفقهاء اللي شايفين إنه من هنا للطبعيد مالكية شايفين حرف الجر هنا للابتداء وبناء على ذلك الفهم من أئمة المالكية فلا حرج من صوم هذا اليوم المتبقي على الست الولدة من هذه الأيام الستة من شهر شوال تصومها في أي وقت يعني الباقي ليها أو اليوم الباقي ليها تصومه في أي وقت في خلال العام وقبل دخول شهر رمضان المعظم